أهلاً أحبائنا مشاهدينا ثلاث ضمانات لن تتغير من يسوع المسيح أولاً قال يسوع أبني كنيستي وهذا طبعاً مهم جداً هذا كلام يسوع كان يسوع موجود في منطقة بنياس في شمال البلاد في منطقة قيصرية فليبوس وهناك سأل من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان أجاب بطرس وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونة إن لحم ودم لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضاً وهذا الضمان اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح قال يسوع أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها قال يسوع أبني كنيستي أي جسده مش بيتكلم على الأبنية الحجارة ولا بيتكلم عن حجارة تاريخية لكن بيتكلم عن الأعمد الحية الحجارة الحية اللي هو جسد المسيح المؤمنين بالرب يسوع المسيح ومن خلال المؤمنين اللي هي الكنيسة مكتوب أنها ستهاجم وتهدم كل أبواب الجحيم وأنه أبواب الجحيم لن تقوى عليها هذا السلطان اللي الرب يسوع أعطاه للكنيسة لتدمير مملكة الشيطان واليوم أحبائي في الأزمات والكوارث اللي عم نشوفها في هذه الأيام وبتشوف وحدات سياسية دينية في هذا العالم الذي يسمى نظام العالم اللي هو ضد المسيح ممكن تجتمع وتتحد ويعملوا كل الأمور والشيء الغريب أنه يسوع مع كل جماله مع كل حلوته مع كل تفوقه مع الأقوال والتعليم اللي علمها لكن العالم عم بيختار الشر وعم بيختار أنه يتبعوا أشخاص حياتهم شريرة حياتهم فاسدة ما عندهم مش تعليم ولكن العم الروحي والظلمة الروحية بتعمي وهذا ما يسمى روح ضلال فيصلوا إلى حالة روح الغي الضلال أو روح الغباء تصل لوضع أنه لا يدرك أن يؤميز الأمور في العالم فبيشوف الصح كأنه غلط والغلط مش صح وبشوف الخير شر والشر خير بيشوف الظلمة نور والنور ظلمة فكل المعايير كل المقييس بتنقلب لكن كلام يسوع وصدى يسوع أنه يعمل من خلال الجسد بيعمل من خلال الكنيسة وعندما أقول بيعمل من خلال الكنيسة خلينا ندرك شيء مهم هون مش بيتكلم على حرب دم ولحم مش بيتكلم عن سيف رمح مش بيتكلم عن رصاص أو طيران أو دبابات مش بيتكلم عن الوسائل الحربية لكنه يتحدث عن الحرب الروحية أن الكنيسة تمتلك سلطان لتدمير مملكة الشيطان ألم يقل المسيح أعطيتكم سلطان لتدوس حيات وعقارب وكل قوات العدوة لا تضركم ألم يقل رسول بولوس سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا وهذا هو عمل الكنيسة في هذه الأيام اليوم في روح ضد المسيح في نظام عالمي ضد المسيح حتى في الغرب المفروضة بنت على أسس مسيحية اليوم بتشوف معظم الأنظمة بتحاول أن تحط يسوع المسيح جانبا للأسف بدل ما أنه يتمتعوا بجمال وشخص يسوع المسيح الكامل لكن القصة والضمان أنه ما انتهتش قال يسوع أبني كنيستي وعمل الكنيسة حتى مجيء الرب هو أن نهدم أبواب الجحيم وهذا السلطان الأعطانية ارفع راسك ثق إحنا قوتنا بيسوع المسيح والكلم الأخير للرب يسوع مهما يحدث في هذا العالم لاحظ الرسول بولوس قال لكنيسة أفسوس إصحاح خمسة عن الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا غضن فيها ولا دنس يعني كنيسة كاملة مجيدة ممجدة كنيسة منتصرة فالكنيسة لن تنهزم وشعب الله لن ينهزم ولن يتراجع بل كنيسة ستهدم أبواب الجحيم روحيا طبعا أتكلم ولابد أن تؤثر على هذا العالم وهذه القوة عن طريق الإيمان والصلاة بالروح القدس ونملأ العالم من محبة المسيح حتى مجد الله يلمس كل هذا الأرض فإذن قال يسوع أبني كنيستي مدام يسوع هو الرأس جسده حي ولابد أن الكنيسة تنمو وتتقدم وهذا ضمان وهذا وعد من الرب يسوع شيء تاني قال يسوع ثقه أنا قد غلبت العالم إذا كان السلاح الأول ضد الشيطان وأعوانه السلاح الثاني ضد نظام العالم المادة الفاسد الشرير ضد القيم والمبادئ والفلسفة اللي هي ضد مبادئ يسوع المسيح تعليم يسوع واضح أن تحب قريبك كنفسك تحب عدوك أن تصنع الخير أن تنشر رسالة المسامحة والغفران والمحبة واليوم مثل ما قال يسوع أبغدوني بلا سبب لذلك يبغدونكم اليوم الكنيسة مكروهة ومبغضة مش لسبب عمل حسن فالمسيح عمل حسن وعمل معجزات وقال أنه حتى مع هذا كانوا يبغدوا يسوع المسيح قال ثقه أنا قد غلبت العالم الآية بتقول قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا يسوع بيتكلم عن نفسه فيا سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقه أنا قد غلبت العالم فاحنا نتعامل أحبائي معدو مهزوم الشيطان مهزوم لأنه مكتوب جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه يعني فضح مملكة الظلمة كل ما على المؤمن أن يشعل النور يضيء هذا النور في هذا العالم أن نكون كأنوار في وسط جيل معوج وخلينا ندرك أن النصرة والغلبة هي من خلال يسوع المسيح لأنه المسيح انتصر ولأنه المسيح غلب نحن أيضا في موكب الغلبة في موكب النصرة أيضا يقول في رسالة يحن الأولى لإصحاح الخامس لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله وهذا أحباء الإيمان المخلص وعلى أساس هذا الإيمان نحن كنيسة منتصرة غالبة غلب الشيطان وأعوانه وغلب العالم ونظامه الشرير وكل مبادئ وكل قيمه لأنه الكنيسة بتعكس صفات يسوع طبيعة يسوع شخص يسوع محبة يسوع نحن نقدم يسوع هو المثال الأكمل الكامل لهذا العالم والشيء الثالث أحباء الضمان الثالث قال يسوع لا أطلف منه شيئا اسمحوا لأقرأ من إنجيل يحن صحاح السادس في آية سبعة وثلاثين كل ما يعطين الآب فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني وهذه هي مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أطلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير كل ما أعطاني لا أطلف منه شيئا هنا أحبائي نرى سيادة الله الكاملة نرى اختيار الله اليقيني ثم نرى عطية المحبة بكل يعني بلا حدود من غير أي شروط نشوف الخلاص الكامل المحفوظ من أجلك ومن أجلي هذا الضمان لن يتلف مش ممكن أي شيء بيتلف هذا الخلاص ثم يقول نقوم معه في اليوم الأخير قال يسوع كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا احكي لي هل في أي نبي في هذا العالم وعد هذا الوعد في الحاضر أن يكون عنده السلطان يعتحي حياة أبدية ويقول لا أطلف منه شيئا إذا الأنبياء ما كانوش مدركين إذا كانوا مش عارفين عندما سؤلوا عن هذا الموضوع لكن تعالي الحي ليسوع المسيح الذي قال كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا وقال في يحنى عشرة عن خرافي تسمع صوتي فتتبعني وأنا أعرفها فأعطيها حياة أبدية لكن العوز ما أقتبس أحبائي قال يسوع وأنا أعطيها للمؤمنين وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي فإذا قال يسوع أبني كنيستي وهذه الكنيسة مبنية على أساس يسوع المسيح ثم قال يسوع أنا غلبت العالم فإحنا نتحرك من موقع الغلبة وليس الهزيمة فلا مجال للكآبة والحزن والحصرة وخايفين سمعت هذا الخبر وسمعت هذا الوباء وسمعت هذه السياسة وسمعت هذه الديانة الكلمة الأخيرة للرب يسوع المسيح يعني فوق العالي عالياً يلاحظ والأعلى فوقهما يسوع غلب هو حي قام من بين الأموات وإحنا أحياء في يسوع المسيح قال يسوع المسيح كل من يسمع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة رب حافظنا في كفة إيده عينه علينا فيش مفاجأة عند الرب هو اللي بيبني كنيسة وسيظل يبني لأنه عندما يرجع يرجع لكنيسة مجيدة منتصرة قوية ونحن غالبون هذه الغلبة تغلب العالم كل قيمه ونظامه مش في الحرب ولا في السيف لكن في نور يسوع المسيح ثم أحباء وعدوا لا أطلف منه شيئا لأن هاي هي مشيئة الآب هذه مشيئة الابن الرب يسوع المسيح معنا وسيقيمنا في اليوم الأخير حياتنا مستقبلنا ضماننا في يسوع المسيح ما تخاف يعني قال يسوع لمملكتي ليست من هذا العالم لو كانت شوف الملحوظة لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون كان ممكن يحمل السيف والحرب والاحتلال ممكن يغش ويجذب حتى يقلب أنظمة وسياسات ودول يستخدم كل الوسائل المراوغة والمخادعة لأنه نظام عالمي لكن هذه ليست مملكة المسيح مملكة المسيح روحية فيها قوة الكنيسة التي تنتشر وتغلب قيم وأنظمة هذا العالم وتنير في وسط جيل معوج وعندنا ضمانه أكيد أنه لا يتلف أي شيء لأنه الله حافظ علينا الله حامينا بغض النظر شو بيسير في هذا العالم ارفع راسك ثق في كلمات يسوع المسيح وأنك إنت تكون مستخدم جزء وعضو من هذا الجسد من هذا الكيان أنك تنشر نور المسيح ورسالة المسيح بصل اليوم أنك ما تضلك خايف ومتقوقع وفزعان وكأنه كل الدنيا وكأنه زمام الأمور فلت منك إلهك حي يسوع حي والكلم الأخير لإله إن أرضة الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمون تعرف الرب يقلب العالم كله بقول اتصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك أعطي أناسا عوضك وشعوب عوض نفسك ممكن يقلب كل أنظمة العالم في سبيل امتداد الكنيسة لأنه بحب العالم العالم عم بشوف شر عم بشوف أنظمة وديانات فاسدة وشريرة وكأنه هي اللي بتلعب الدور لكن محتاجة نور المسيح شراك تكون جزء من هذا النور لكن فقد الشيء لا يعطيه إن كان النور فيك ظلام فالظلام كم يكون إن فسد الملح فبماذا يملح إحنا إن صح التعبير البهار اللي بيعطي طعم لهذا العالم إحنا البركة الموجودين في هذا العالم إذا الكنيسة ارتفعت وراحت لعند الرب العالم هذا كله بنهار خلاص كل وضع في الشرير لكن وجود الكنيسة في هذا العالم بركة حتى لو العالم مش شايف هذا الأمر فبصلي إنك تلعب الدور اللي الله وضعك فيه إنك تكون نور وتكون ملح وتكون شهادة حية لكل من حولك في اسم الرب يسوع المسيح شكرا شكرا